استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف مواجهة فيروس كورونا وعرضت معدل الإصابات الإسبوعية في محافظات الجمهورية ومعدل الإصابات في المدارس كما أشارت إلى نسب الإشغال في مستشفيات العزل موضحة أن 76% من الأسرة الداخلية شاغرة بالإضافة إلى 44% من أسرة العناية المركزة و70% من أجهزة التنفس الصناعي من جانبه قال مدير الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور ريتشارد برينان إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا التي تعلنها وزارة الصحة المصرية لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات موضحا أن الحكومة المصرية قررت تركيز اختبارتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون الإختبارات أو مساحات البي سي آر نرحب من موسكو عبر الأخمار الصناعية بالدكتور أحمد سعد الدين استشاري الأمراض الباطنية العامة دكتور أحمد برحب بك الجدلية الدائمة والسؤال الدائم ومن بداية ظهور فيروس كورونا فكرة الأعداد الحقيقية والأعداد غير الحقيقية ومعايير أخذ المساحات ومعايير إجراء الاختبارات تصريحين التصريح الأول من جانب وزيرة الصحة والتصريح الثاني من جانب منظمة الصحة العالمية ربما تأكيد وزيرة الصحة على الأرقام الشاغرة من أسرة مستشفات العازل لأنها مركزة أجهزة التنفس الصناعي تؤكد أن الأمر ما زال تحت السيطرة وأن ذروة الفيروس في موجات الثانية لم تصل إلى مصر بعد أهلا بحضورك أساس تامر وأهلا بسادر مشاهدين أكيد هو التصريح منظمة الصحة العالمية هو تصريح صحيح لأن الموضوع مش في مصر بس يعني إحنا اللي شايفينه في كل الدول أنه فعلا فيه مصابين كتير بنكتشفهم بالصدفة أو حتى هم بيظهر عليهم بعض الأعراض اللي بتستمر يوم أو يومين ولا يديروا بالا لهذه الأعراض يعني ما بيسعوش أن هم يسألوا حتى الطبيب أو يروحوا يعملوا كشف أو تست للكرونو فالمشكلة دي مشكلة من أول الجائحة لحد دلوقتي أن الأعداد الحقيقية هي غير الأعداد اللي إحنا بنشوفها على الواقع بالنسبة للحل المشكلة دي طبعا يعني بيكون صعب هو أن إحنا نفرد على مثلا على قطاع معين زي ما حضارك ذكرت زي كشف دوري أو قصون المرضى اللي عندهم أمراض مستعصية أو أمراض ممكن تؤدي بحياتهم لو أصيبوا بالفيروس أن لازم يتنبه عليهم أن أي أعراض في البداية خالص ممكن تظهر عليهم أو حتى إحساس بس بالإعياء المفروض أنه هم يعني حتى لو يبقى ليهم حتى هوت لاين لوحدهم يبقى التعامل معهم أسرع شوي طيب يعني فيه برضو خلينا نعرج على الحديث عن المستقبل في إطار أو فيه يعني من وحي حديث من وظامة الصحة العالمية المنحنة الوبائي في مصر خصوصا مع قرب ظهور اللقاح والحديث الإيجابي عن تعاقد مصر على لقاحات كثيرة وتوزيحها على المواطنين بشكل عادل هل نقدر نقول أن مصر تجاوزت بالفعل الأزمة أو أن ما هو قادم لن يكون بسوء الموجة الأولى ولن يكون بسوء المرحلة الأولى من انتشار الفيروس كلام حضرتك صح طبعا لأن فيه سببين أولا السبب الأولاني أن مصر من الأول كان الوضع فيها مش حارج زي دول كتير الثاني حاجة أن أنا شايف أن فيه استعدادات حضرتك ذكرتها حتى إحصائيات بين بعداد الأسرع والشغيرة وأعداد يعني فيه زي مخزون استراتيجي من الاستعدادات الطبية لحد ما ممكن يواجه مشكلة إحنا لو قسنا المشكلة حاليا للوضع في الشهور الأولانية من الوباء أو البنديميك حنلاقي أن يعني لو تم تخصيص أعداد أكتر من الأسرة واستعداد أكتر من يعني دلوقتي إحنا عندنا معلومات كافية وعندنا طرق للتشخيص وطرق للعلاج بقت متوفرة مش زي الأول فأعتقد أن الوضع يعني تحت السيطرة حتى الآن ونتمنى أن هو يفضل تحت السيطرة أن الأعداد ما تزدش في مصر وتفضل مصر من الدول اللي كان الانتشار فيها ما كانش كبير على عكس توقعاتنا كلنا طيب أنا عايز أقف مع حضرتك عن يعني أخذ رأيك فيها كطبيب فيه مطالبات احنا عارفين طبعا أن فيه أزمة تتعلق بحبس بعض الأطباء بسبب أرأهم أو بسبب إعلان أشياء تخص فيروس كورونا هويومان رايت سووتش النهاردة كان بتتكلم عن أو بتطالب البنك الدولي ألا يمول أي مشاريع صحية في مصر لمواجهة فيروس كورونا دون الإكتراض لقمع سلطات البلاد الموظفين الطبيين الذين يسجنون لحرية أو يعني للتعبير عن مخاوفهم يمكن المطالبة دي أثارت غضب ناس كتير وشافت أنه ما ينفعش أبدا أنه نربط دي بدي لأنه في النهاية جهود مكافحة فيروس كورونا هدفها الحفاظ على أرواحه وصحة ملايين المواطنين فبتالي لما أطالب البنك الدولي أن هو يتوقف عن هذا الدعم ممكن أعرض صحة ناس كتير للخطر حتى مع الأطراف بعدالة القضية اللي بيتم الدفاع عنها كطبيب حضرتك بتشوف المطالبة دي إزاي أنا شايف أنها مطالبة غير موفقة بالمرة يعني أنا بعقب الدولة ولا بعقب المواطنين يعني أنا مثلا دلوقتي لو طلبت من بنك الدولي أنه هو يوقف المخصصات للخدمات الصحية أنا مش بعقب الدولة أنا بعقب المواطنين يعني أنا ده مفروض human rights يعني من باب أولى أن هم يمولوا يعني أو يخافوا على أرواح الناس مش بيقفوا ضد التمويل فبالتالي ناس تموت يعني دي قضية ودي قضية أخرى فأنا رأي شخصي طبعا أهم حاجة عندي كطبيب هي أرواح الناس أيا كان الشخص ده يعني جنسه وانتماؤه ودولته يعني لا طبعا يعني غير موفق بالمرة يعني شكرا شكرا جزيلا أنا دكتور أحمد سعد الدين أمين استشاري أمراض الباطنية العامة شكرا جزيلا